اشتركوا في القناة وطيدة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية اندونيسيا في العديد من المجالات منوها سموه بدور السفير في زيادة اطر التعاون بما يعزز العلاقات بين البلدين وقد بحث سموه التعاون المشترك على المستوى الرياضي لا سيما على مستوى رياضة فنون القتال المختلطة وتعزيز ثقافة هذه الرياضة في اندونيسيا والذي من شأنه ينعكس بالايجاب على انتشارها في قارة اسيا مستعرضا سموه تجربة البحرينية وما حققته من انجازات تضاف لسجل الرياضة بالمملكة والذي كان له الدور في حصول البحرين على ثقة الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة لاستضافة وتنظيم بطولة العالم للهواء في نسختها الرابعة من جانبه ثمن سعادة السفير جهود سموه شيخ خالد بن حمد الخليفة في رعاية ودعم القطاع الشبابي والرياضي بالبحرين مشيرا الى ان رياضة فنون القتال المختلطة من الرياضات التي انتشرت بقوة في مملكة البحرين والمنطقة بفضل الجهود التي يبدلها سموه لتعزيز ودعم هذه الثقافة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر